اللي يجربوا جمعة وتسويت مرحبا بك ريم وبالناس اللي يسمعوا فينا الكل نجم نحكيه على البترول على النفط في مدول العربية اليوم من تلقاء نفسها طوعيا مش رغما عنها تخفض انتاجها في النفط مش نحكيه على السويد زيدة وكونا حكينا عليها في زوم وكونا قديش اهمية الحوار والدولة الاجتماعية في السويد مهمد فما اضرابيت اما خنمشيه والغزة اللي رجعت فيها اليوم بعدها رجع فيها العدوين بيش اراسة يعني انتقام فما حديث عن تقسيم غزة الى مربعات فعنيها قصف بطريقة يعني منهجية ولا ممنهجة يعني متوديك على الاخر يعني فما حديث عن محاولة لمسح يعني ذاكرته تاريخ غزة ايضا يعني اليوم البيح قلنا على اغراءات الكونجرس قاعد يقوم بها لدول العربية حتى تستقبل النازحين او او على الاقل اه حكينا زيدا على وقلنا معنى بلدانا ومستشفياتنا وبيوتنا مفتوحة لهم لانها قضيتنا ايضا اه لكن مع ضمان حق العودة حتى لا نقع في فخ انه الناس هذه تتحرم من من ارضها وتفرغ غزة من مواطنها اليوم نحكيه على الغلاء اللي تقول الجزيرة يعصف بالنازحين في غزة وتحكي على نوع من التضامن يعني احنا اليوم شفنا موجة من التضامن في تونس مثلا من خلال هلال الاحمر في مصر في العالم يعني ونفرقوا ما بين الشعب والحكومات يعني الحكومات وسياسيتها او ساعة صمتها وحاجة وعدم رد الفعل كما يجب حاجة ولكن الشعوب نعرفوا اللي هي مهتمة بالقضية وتعمل اللي تنجم لكن مش المساعدات كل قاعدة توصل ورغم ووقت الهدنة وقالوا انه بش تدخل الشحينات لم تدخل بالعدد الكيفية ووقوق متخلش بالكل الجوتيرش قال برح معناها انه بالحق معناها ما وصلتش المساعدات في خاصة بيدها يعني تلقى نوع من التضامن مثلا حديث عن واحد من المتساكني غزة الجنوبية ابو شيكر اللي معناها يعاون في النازحين ومعطا بالمجاني قدم لهم مساعدات ويطبخ على الحطب يعني الوقود حتى لو كان ساعة هو ما فاميش وحتى فامه هو ما يكفيش معطا والماء ايضا معطا لم يعود جاكفي دونك يحكي على حالة النازحين لأجبرهم الاحتلال دونك يقول هو المبادرة متاعه ممولة من فاعلي خير يعني قدم الطعام معطا مدة اكثر من عشر ايام لنحو مئة اسرة يعني هذي ما بين اربعمائة وخمسمائة فرد يعني متكافلين ببعضهم فنالما الغزاويين هذي معطا معاناة اليومية اللي ما تتخيل هيش يعني لكلنا نشوفه في القصف نشوفه في الضحايا القصف نشوفه في اله يمكن في اسامي وفي الاطفال لكن كنت تخيلوا شوية معاناة الفلسطينيين او الغزاويين اليومية في الديتاي يعني في التفاصيل امتاع الحياة اليومية اليومية اللي هي متعبة جدا يعني حبيت تقول حاجة حاجة انت حكيت على التهجير القصري من بكري وحكيت على دفعهم للخروج خارج الاراضي الفلسطينية وكانت تفكر في بداية العدوان كنا حكينا قلنا فما سياسة نجمة تكون موجودة واكثر من محل القلق لمدين ودفعهم نحو الجنوب ثم دفعهم نحو الاراضي المصرية المفاوض العام للانوروة يحذر اليوم من نفس الشيء ويحذر من ان الهجوم الاسرائيلي على جنوب غزة خطر اليوم فما امكاني انه ينتقلوا ليفر بالجنوب قد يدفع مليون لاجئ الى الحدود المصرية وبالتالي هذي هو تقريبا التماشي اللي قاعدين ماشيين فيه وخليني نقول حاجة اخرى زادة صغيرة هيجة في نفس السفنة صغيرة هي كاريفية الحقيق ماهيش صغيرة بالكل لانه نحكيه على وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بن غفير اللي يقول قال جملة رهيبة اليوم السباح قال يجب ان نسحق غزة بكل قوة وندمر حماس ونعود الى القطاع بلا تنزلات او صفقات نحكيه على وزير الامن القومي الكيان ما انت تنجف تخيل عن شو قاعدين نحكيه اليوم مع عودة العدوان اليوم هذي التصريح ما انيك قاعدة تمر ما انت من غير من غير عقاب لانها معتها جرائم حرب ومعتها واعتراف وتحريض على الكرة على القتل على ما فهمتش على الكرهية على القتل يعني ان شاء الله يجيه نهار ونشوفه الناس هذي تتحاسب على جرائمها والخوف كل الخوف انه تكون فاهمة فعلا استراتيجية لإفراغ غزة من المتساكنها والخوف كل الخوف انه بولدان عربية تقع في الفخذ او على الاقل تشارك فيه بالباسيفيتين تايحة بانها تلقى روحة لمديونيتها معناها تلقى روحة معناها ملزومة مش ملزومة الهزامية كبيرة في العمليات الكلمة يعني المنظمات الدولية تقول انه الحرب تثبت في نزوه 80% من سوكن القطاع يعني مليون وستمئة الف نسمة وكنا قلنا انه نصفهم تقريبا اطفال اليوم هذية الكله يخلق ازمات مثلا ازمة ميه لكن ازمة اسعار الاسعار وصلت الاربعة اضعاف ما كانت عليه قبل العضوان يعني هذية يتسمى شيء كبير بالنسبة الناس ما عندهش مورد رزق اليوم محرومة من بيوتها من مورد رزقها من شغلها قلنا انه السلطة قالت فما معتها نجموا ياخدوا قروز معناها على راتبهم الموظفين يعني سعر الف لتر من مياه الشرب كان يتراوح قبل بين 20 الى 25 شكل اليوم يوصل الى 100 شكل يعني 30 دولار هذية سعر الف لتر من المياه يعني هذا هو اليوم الاسعار يعني في ارتفاع كبير اسباب الازمة حسب دكتور في تصريح الى الجزيرة السيولة يقولك جزء مهم في تحديد الاسعار عدم توفر السلع نتيجة الحصار يعني كثير من اصنف السلع والبضائع اليوم اقل بكثير من المطلوب يعني اليوم طلب معنا يفوق العرض طبيعي فما ندرا في المنتوج وبالتالي ستتفى نغمان بعد الاسعار خائرية طبيعي دونك اذا يتضروا المواطنين وبقي معناها فما دي كاتيجوريا دونك ابسط ولا البسطة من المواطنين هما اللي اكثر يتضروا وشح في السوري يعني اللي هم مصادر المالية جراء الحرب والحصار توقفت فما كيف الغارات وتدمير المنازل من اموال مشيت يعني هذية سهولة زي دا ما احكيوا تحت الانقاذ يعني الممتلكات الكلها ما فيها من اموال ما فيها من بنايات يعني اليوم قاعدة تتدمر من النصائح معناها يقول لك هنايا الصبر الصبر وتحديد الاولويات الاحتياجات بتبيعها ومعطيه يقول هذية لا يعفي تجار الحروب من المسؤولية وجوب محاكماتهم نعرف وقت الحروب انه تظهر ناس تستغل هالظروف هذية طبق الدجاج اللي فيه 30 بيضة كما اللي نشري واحنا يعني سعره اليوم من 18 شكل ولا 40 شكل 11 دولار يعني تصور روحك انتي في تونس تشريه في كل طبق هذيك اللي فيه 30 بيضة تصور روحك تشريه ب30 ولا ب40 دينار اليوم في تونس بش نفهمه شوية وين وين وصلت الاسعار يقولك منذ اتفاق الهدنة ولا دخول اتفاق الهدنة ميتين شاحنة يوميا دخلت المعبر رفح نعود نذكر انه قبل العضوين رهي كانت تدخل يوميا ميت ميت شاحنة يعني اه خمسة ميت شاحنة سامحوني معناها ميتين شاحنة يومين بخلاف معتها تحسب انت النقص ومعتها الشاحنة اللي ما دخلتش وفي الظروف العادية تدخل خمسة ميت شاحنة وكما قلت انت يحسبولهم شنو ييكلوا معناها يحسبول معناها خمسة ميت شاحنة في الظروف العادية وشوية اللي معتها في الهدنة دخلت ميتين شاحنة فقط يوميا يعني اليوم مراهي كارثة انسانية بكل المقيس ما عاش نعرف الكلمات ما عاش تعبر يظهر اليوم على يقال في غزة النفط ايضا اللي يتأثر بالحرب الاجتماع توخر كان مفروض يصير نهار لحد توخر للبارح نهار الخميس وفي نهاية المطاف يتواصل للتقليص الطوعي من الانتاج على فكرة اليوم سيبدأ الكوب 28 اللي بشحكي فيه على المناخ في دبي وفما تساؤلات يعني على بلاد هل اللي هي معناها منتجة للطاقات الاحفورية بلاد تلقى فيها دي باتينواغ ومعناها ودي كانون انايج يعني اللي هما هدوما معناها استهليك ومضرر بالرهيب للطاقة ومضرر بالبيئة اللي اليوم تنظم الكوب 28 وخليت انه مع تأخر الاخبار تقوله انه اذا كردوك رئيس الكاين بشي شارك دونك ما ما تبعتش الحق من عرش وصل ولا ليه بشي شارك ولا ليه دونك نقاط استفهام على القمة هيفي نفط سعودية الكويت الجزائر الامارات والعراق وسلطنة عمين تعلن عن خفض طوعي لانتاج النفط بعد اجتماع اوبك بلوس اللي صار البيرح دونك المملكة كانت اعلنت اسابيع اللي حكينا عليها قالت بش تستمر يعني في خفض انتاجها مقدار مليون برميل يومين حتى اخر ديسمبر مارس بعد اخر مارس مارس المقبل يعني حتى الالفين واربع عشر وفي البداية كان حتى اخر ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين وبعد تم التمديد زيدت مع تهذية بالتنسيق مع الدول المشاركة في اوبك لكن ما زادتش خفزت هو قعدت في مستوى التخفيض الطوعي الولاني اللي هو مليون برميل يومين مش تزيد الى مارس فما خفز يضاف الى الخفز الطوعي البالغ خمسمائة الف برميل يومين هذي اللي سبق معتا واعلنت عنه دونك اللي كان كما قلت انت معتا بش يمتد حتى الاخر ديسمبر ولتوا ولا مارس هذي قال كالجهود الاحترازية اللي تبذلها اوبك بلوس معتا بهدف دعم استقرار اسواق البترول وكان مسؤول من السعودية معتا حكي على التقاتل المتجددة وقال معتا انه الغرب او نصف شمالي للعالم يعني يحكي على التقاتل المتجددة بينما احنا كبلدين معتا الجنوب معانيش هاللوكس اذية بش نحكيه على التقاتل المتجددة ما نعرش عليه يعني هو معانيها الى استيمي اللي احنا ما نجموش نحكيه على التقاتل المتجددة وقت اللي احنا مثلا بلدين الشمس معانته والريح وكل شيء ما اي معتا دونك هذي هو دونك يقول لك انتج سعودية من النفط صعيب لغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس الفين واربع عشرين دعما معتا الاستقرار السوق الكويت كيف كيف بش تخفض انتجها طوعيا مية وخمسة وثلاثين الف برميل يوميا لمدة ثلاثة اشهر هو انت حكيت على تسعة ملايين برميل يوميا بنسبة للسعودية هو بش تدعم الاستقرار السوق بش تقوم على اساس الفكرة او الهدف هو دعم استقرار السوق بش تقوم برجاع او اعادة الكميات اللي تم تخفيضها الكميات الاضافية والتخفيضات الاضافية اللي صارت بشكل تدريجي حسب الظروف اللي بش تصير في او سياق العالمي والدولي انصح التعبير المنطقة الكويت الجزيرة الامارات ايضا بش تخفض بشكل طوعي ايضافي انتجها بمقدار مية وثلاثة وستين الف برميل يوميا العراق تقول كيف كيف تخفض ميتين وعشرين الف برميل طوعي كما زد ستخفض عمين انتجها بخفض طوعي ايضافي مقدار وثين واربعين الف برميل نمشي للمشي للمشي اللي تحكي على السويد وتقول هل انو السويد رجعت معناها التاريخ الاجتماعي كدولة معناها انتا سوشيال اللي معروف معتا عليه انو معناها الباتروناء معتا الرؤوس الامير الانتربرنور معتا معروف اللي ديما فاما معتا السينديكام بين النقابات ديما فاما حوار فاما حوار مستمر تقول اللي من 27 اكتوبر اللي فات دونك اللي سالغي معتا اللي يخدموا في عشرة من اللي سنتخ متاع الاسلاح معنتا ولا التصليح متاع الكرهب تيسلا دونك اللي تابعين اليلون موسك اليلون موسك اللي اليوم ما يكتبوا عليه في عدد مهول حتى في علاقة بالقضية الفلسطينية اللي سالغي متاع عشرة من اللي سنتخدم المراكز دون الاسلاح كرهب دخلوا في اضراب وهذي ماتا الاضراب هذي ندتلو نقابة ايف متال على خطر دونك ماتا فيهم السينديكام متاع النقل الالكتريسيان الكلهم علش السراع هذي على خطر تيسلا رفضت انها تصحح ديساكور كوليكتيف مع البرانش متاع السينديكة هذي ولي هي متاع ثاني برانش من ناحية العدد دونك ولا اختلاف وصراع ثقافي زي ما بين الثقافة الامريكية والثقافة ثقافة العمل الامريكية وثقافة العمل في الدول سكوندينفية هذي مختلف في الموضوع هذي اللي خلق الازمة هذي اليوم ومن الناس اللي معتا من الاضراب هذي معتا في شهيد دافيد يقولهم نعرفوا اللي بيش تكون طويلة اما نستنى ومعتا الوقت اللي 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 لازم مش سهل انك تفرض شروطك يبهي كيبدأ عندك كبلاد تاريخ ترتكز عليه ويكون هو معناها الغباية متاعك معناها بيش تشد صحيح في حقك هذي يصير وقت يكون بلادك قوية زي دا معنتها بلادك الحكاية الكل نفكر صايرة على تسلا انها تمضيها وهذا هو المتعامل به من المفروض يقع امضع تسلا مع السندكة في الاختصاص وفي الفلية هذي وهذا مصارش بلزير سندكة يحبوا معناها يتحدوا بشيق في وجه الفير الكبيرة في وجه ايلون موسك والثقافة الامريكية من جنوب افريقيا وقت نعيش في امريكا نتطبع بطبع الامريكيين والثقافة الامريكية واللي داخل في حياتنا اليومية وفي طريقة العمل العمل كملنا بعد شوية نحكيه على مالي في زوم من هنا الاخر حلقتنا استناونا لكن بعد الاخبار مباشرة يكون عندكم موعد مع عين على المؤسسة مع زينب البسطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة